اشتركوا في القناة فلما يعرف هذه السلسلة نتكلم فيها عن ألميات تقالد ألميات أخرى سويني عن هجوم العمالقة عن دراغون بول عن وان بيس عن هانتر اعتقد يب هانتر أيضا واليوم جاء الدور على ألمي ناروتو فقبل البداية تتمنى تدعموا هذا المقطع بلايك واستراك وانتشوروا في كل مكان خلونا نوصل في هذا المقطع خمس آلاف لايك فأعتمد عليكم ما رح تخصر شيء إذا وضعت لايك والآن تخلونا نبتد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدأ بأول آلمي عندنا آلمي أسوماتو سان فهذا آلمي تظهر الشخصيات هي تقلد آلميات عدة فتظهر كمان شخصية ولابس ملابس ناروتو واضحة من تقلد آلمي ناروتو وفي الكوميك الأمريكي المسمى ديت بول يظهر ديت بول وهو يقول أنه سيصبح هوكاقي فعليا قال كده يريد أن يصبح هوكاقي فأعتقد مؤلف ديت بول معجب مانغة أو آلمي ناروتو وفي كارتون بنتين تظهر شخصيات أطفال ويشبهون كثير شخصيات كونو هامار وأصدقاء فأخليكم الصورة بنتين وأشوفوا شخصيات ناروتو فيه شبه مطابي في آلمي شيوشان تظهر بنت وهي تقلد تقنية البياكوغان الخاصة بعشيرة هيوغا وفي تلك اللقطة كمان يسمع الأوبنينج الخاص بناروتو أغنية بلو بيرد فصراحة صدامني في كارتون غامبول المدهس يظهر قتال بأسلوب الأنيمي وقتال هو بين إمرأة ضد أم غامبول فالإمرأة تلك سألت أم غامبول إذا كانت هي درست في مدرسة كونوها فعليا قالوا كونوها لما أعرف كونوها فكونوها هي قريفاني مينارتو فبخليكم مع القتال تقاتلنا جيدا نيكول ساندر مستحيل مستحيل كيف؟ بأي مدرسة هل هي هوكوتو أم كونوها؟ لا مدرسة الحياة ربيت ثلاثة صغار وربيت زوجا أيضا مستحيل في أنيمي فصل الارتيال نرى كورو سانسي وهو لابس إصابة على الرأس وعليها شعار كونو في مانغا اسمها كينغان أوميغا ثلاثة شخصية وهي تقرأ مانغة ناروتو وإذن يقلل تقنياز من أنيمي ناروتو ويقول أنه تلميط جيرايا و كاكاشي فعليا قال أنه تلميط جيرايا و كاكاشي يعني مؤلف هذا المانغا واضح أنه معجب بكاكاشي و جيرايا في أنيمي اسمه كازونو هونكاي تظهر بنت ويتغني الأوبنينغ الخامس من أنيمي ناروتو في أنيمي بوكيمون الشهير يظهر نينزا وبملابس تشبه كثير ملابس روكلي وأيضا في حلقة أخرى يظهر بكاتشو بتسريح شعر بوروتو وكانوا ينادوه بوروتو في أنيمي جين تاما نرى تقليد واضح لمنظمة الأكاتسك في أنيمي ياكيتاتي جابان تظهر شخصية بملابس ناروتو في أنيمي هاماتورا تظهر شخصية تشبه كثير شخصية ناروتو كأنه ناروتو انتقل من أنيمي ناروتو إلى أنيمي هاماتورا وفي أنيمي هيموتو ماروتان تظهر شخصية بملابس النينجا ومع إصابة رأس تشبه شعار قرية كونو وفي أنيمي اسمه بوندوكت فيه تقليد كبير لقتال ساسكي وأوروتيمارو فدقيقوا جدا في هذا القتال وفي أنيمي اسمه بيمبو قامي غا تظهر بنت وهي مرتضية ملابس النينجا وأيضا مع إصابة رأس بشعار قرية كونوها فياب يا جماعة هذا كم مقطع اليوم أتمنى تكونوا استمتعتم أخبروني في التعليقات ما هو أكثر تقليد أضحككم أو صدمكم واضح وضوح الشمس أنه في مؤلفين معجبين بهذا العمل فنحنا نتكلم عن أنيمي ناروتو يا أخي تحفة فنية فالمهم شكرا جزيلا على المشاهدة لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك ونلتقل مقطع آخر إن شاء الله جانا منا اشتركوا في القناة